اياز عثمان من مواليد 21 اكتوبر عام 1994 وإذا اللاعب اياز عثمان في مدينة القامشلي في جمهورية العربية السورية يحمل اللاعب الجنسيتين السورية والالمانية الطول متر وسبعون سنتيمترا يلعب اللاعب اياز عثمان لصالح دين مدرسد الألماني ومنتخب سوريا الوطني لكرة القدم ضم اياز في عام 2008 إلى فريق أوسنا بروك في ألمانيا وقدم فيها أداء جيدا وحضورا كرويا مميزا ليكون محطها جاب عدد كبير من الأندية فقد مثل اياز عدة أندية في ألمانيا وهو في سن صغير من عمره وكانت بدايته الكروية مع نادي أوسنا بروك الألماني حيث حافظ على وجوده معه حتى وصوله إلى فئة تحت 17 عام ثم كانت وجهته نحو نادي بريزن اسبل كامب الذي لعب معه موسما واحدا فقط حيث انتقل بعدها إلى نادي فيدن بروك وتألق اللاعب معه كثيرا وذلك بإشادة من الفنيين والمخضرمين بالنادي حيث لعب معهم مدة 6 أشهر شارك خلالها في 19 مباراة بدور الدرجة الرابعة في منطقة غرب ألمانيا ونجح اللاعب في هذه المرحلة بتسجيل 6 أهداف ولقي دعما كبيرا واهتماما وبعد تجربة اللاعب المفيدة مع نادي فيدن بروك انتقل مدة الانتقالات الشتوية إلى نادي كولين الألماني ليمثل الفريق الرديف بناء على رغبة وأصرار الجهاز الفني للفريق الذي رصد مستوى إياز في مباراة رسمية على بطولة الكأس والتي جمعت بين فريقي كولين وفيدن بروك حيث شارك إياز مع فريقه الجديد أساسيا في أغلب مبارايته الرسمية وأظهر موهبة وتألقا متميزا مما جعل اللاعب مطلبا كبيرا لأغلب الأندية الألمانية فكانت وجهته الكروية الأخرى نحو نادي دينامو دريزين أحد أندية الدرجة الثانية ومن أكثر الأندية شهرا في الدرجة التي يشارك فيها